تركيا عزمة على توسيع نطاق عمل قواتها العسكرية الموجودة شمال سوريا لتشمل عفرين مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن الصاروخ الباليستي لكوريا الشمالية حرب الشوارع في تعز بين الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات وقطر استمرار تهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله وسط تحذيرات داخلية من قساوة الحرب المقبلة على تل أبي أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان السوري محمد الخضر من دمشق ومن الميدان اليمني أحمد عبد الرحمن من صنعاء ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الاستيديو الباحث العسكري العميد المتقاعد محمد عباس هلا بك بطرحة سيدة العميد نبدأ من سوريا حيث استهدفت المدفعية التركية مواقع وحدات حماية الشعب في ناحية بلبلة في محيط عفرين بريف حلب الغربي وفق مراسلاتنا من جهة الثانية اندلعت اشتباكات بين أحرار الشرقية والجبهة الشامية وهما من فصائل درع الفرات التركية على أطراف مدينة الباب في ريف حلب الشمال تركيا قالت أنها تنوي توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في شمال سوريا وأكدت أن بعثة المراقبة في إدلب أنجزت عملها بنجاح ولضمان قيام بيئة هدئة وآمنة لابد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة لتشمل منطقة عفرين وغرب حلب أين تنتشر القوات التركية في هذه المنطقة وأين يكمن أو يمكن أن تزيد تمركزها وهل سيكون سهلا كل هذه التفاصيل مع هذا العرض لزميلة سار الحف أهلا بكم تنتشر القوات التركية في الجهة الغربية لمدينة عفرين في ريف حلب الغربي وتحديدا في لقات الشيخ عقيل ودير استمعان حديث تركيا عن توسيع وجودها في المنطقة يعني أنها ستنشر نقطة مراقبة ثالثة لها في جبل الشيخ بركات في ريف حلب الغربي مع احتمال نشر نقطة رابعة في مدينة الندان في ريف حلب الشمالي انتشار أنقرة في هذه المراكز سيكون على حدود مناطق وجود الكرد في ريف حلب الشمالي أو ما يعرف بمنطقة عفرين اصطلاحا من المنطقة الممتدة من الباشمرة وباصوفان وصولا إلى النقاط المقابلة لمدينة جندارس في ريف عفرين الغربي أما في الجهة الشرقية فثمت وجود لمسلح درع الفرات المدعومين تركيا في أعزاز ومارع وهذه هي المناطق الرئيسية المواجهة لمناطق سيطرة الكرد أما قوات سوريا الديمقراطية فهي موجودة على نحو أساسي في كفرنايا وترفعة وعيندقنة ومنغ وديرجمال إضافة إلى الشهباء في ريف أعزاز الغربي وهي نقطة اشتباك دائم بين الكرد وقوات درع الفرات الكرد في عفرين يتلقون دعما من روسيا التي نشرت قواتها ونقاط مراقبة لها في مطار منغ وعيندقنة كذلك يوجد معسكر للقوات الروسية في كفر جنة بريف عفرين الشمالي الشرقي إضافة إلى دعم الدولة السورية في صد هجم الدرع الفرات على النقاط الكردية أما الدعم الأمريكي فيتلقاه الكرد في منبج بريف حلب الشرقي لا في عفرين مع الإشارة إلى أن أمريكا سحبت قواتها من منبج منذ نحو ستة أشهر دخول تركيا إلى عفرين قد لا يكون سهلا نظرا إلى علاقات الكرد هناك مع الدولة السورية وإلى التنصيق الكبير بينهم وبين الجانبين الروسي والإيراني بعد يومين على اعتقال قيادات أردنية بارزة تتبع القاعدة انشقت عن هيئة تحرير الشام اتهم زعيم تنظيم القاعدة من الظواهر الهيئة وأميرها أبو محمد الجولاني بما وصفه بنكث العهد وفي تسجيل له بعنوان فقاتلوهم بنيانا مرصوصا اتهم الظواهر الجولاني بأن ما فعله هو أنشاء كيانا جديدا زاد من الخلافات أخبرنا إخواننا أن ما فعلوه بالإضافة لكونه نكثا للعهد إلا أنه لن يحقق ما يطلبون من وحده لأنه في حقيقته تراجع أمام الضغط الأمريكي ولن يوقف القصف ولا التصنيف بالإرهاب ولا غير ذلك من الحجج الواهية التي طرحوها وأنه لو تحققت الوحدة فسنكون أول المباركين ونتخلى عن صلتنا بهم ولكن كل ما فعلوه هو إنشاء كيان جديد فقط مما سيزيد الموقف تعقيدا وهو الحاصل اليوم من قتل وقتال واتهمات وفتاوى وفتاوى مضادة بين المجاهدين ومن العاصمة سوريا دمشق ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر رهلا بك محمد ضعنا في صورة التطاورات الميدانية في حلب وإدلب فيما يتعلق أيضا بناحية بلبلة ربما ما هي هذه البلدة أهمية هذه البلدة ما الذي يجري فيها حاليا مساء الخير في الواقع هناك عمل واشتباكات عسكرية عنيفة عملية للجيش السوري أو حتى اشتباكات في محيط منطقة خناصر قرب الطريق الدولي بالاتجاه الغربي أي بالاتجاه الذي يقود باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة إدلب الجيش تقدم في مواجهة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصر والحزب التركستاني وسيطر على خمس قرى أو خمس مواقع أهمها عزيزة عبيسان في تلك المنطقة وقرى أخرى في الواقع هي أقل أهمية لكنها ضمن عملية عسكرية واسعة تهدف أساسا إلى زيادة تأمين هذا الطريق الحيوي الذي يربط أثرية بخناصر وصولا إلى حلب من جانب ثم أنه يضغط باتجاه الغرب أي إلى الحدود الشرقية الإدارية الشرقية لمحافظة إدلب باتجاه مطار أبو الظهور العسكري هذا هو المحور الأساسي للقتال وتجع له اشتباكات حتى هذه اللحظة في واقع الأمر هناك أيضا في الواقع هناك غراج جوية وقصف في ريف حماء الشمالي الشرقي باتجاه البادية استهدفت منطقة الرهجان هناك أيضا عمليات عسكرية في الواقع للجيش السوري تستهدف أيضا التجمعات التابعة لهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة على ذلك القاطع وهي عمليات في الواقع مستمرة منذ فترة طويلة لكنها الآن تتجدد وخصوصا في طر الضغط والوصول إلى تخوم الحدود الإدارية لمحافظة إدلب وبطبيعة الحال وحدات الجيش السوري وبالاستناد أيضا لغراج جوية لسلاح الجو تنفذ هذه العمليات والتي زادت كثفتها خلال الساعات القليلة الماضية طيب محمد هل من جديد فيما يتعلق بدير الزور خصوصا بأن المنطقة لم تتصل بين جهة البوكمال أو جهة الميادين والبوكمال صحيح هناك في الواقع من المعروف أن المحور الأساسي الذي يجري عليه العمل حاليا هو المحور الممتد من الميادين إلى محقان القورية وهذا المحور الذي يضغط على هذا الجيب الصغير الذي يمتد على نهر الفرات والذي يصل بين البوكمال وهذه المنطقة منطقة القورية وإلى الجنوب تحديدا باتجاه البادية هناك في الواقع عملية عسكرية مستمرة على هذا القطاع تستند أساسا إلى ما حقق من تقدم كبير باستعادة السيطرة على منطقة البوكمال العمل في الواقع بتطهير هذا الجيب إنما نجحت هذه الجهود وهي جهود ترجع لمدار الساعة في الواقع لتلك الوحدات العسكرية أيضا بالاستناد إلى سلاح الجو فتكون قضت على كل الوجود الداعشي في هذا الجيب الصغير لكنه حتى لا يشكل مصدر خطر على بعض التحركات أو على مواقع عسكرية في محيط تلك المنطقة نعم كل الشكر لك زميل لمحمد الخضر مراسل الميدين كنت معنا من العاصمة السورية دمشق إذن سيادة العميد دعنا نتوقف عندما يحدث ربما في إدلب وحمو وتحديدا فيما يتعلق بعفرين واستهداف المدفعية تركيا لمواقع لوحدات حماية الشعب إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تنفذ هذا التحديد بدخول إلى منطقة عفرين لا هذا التحديد يعني هناك من خلال القصف المدفعية توشه تركيا رسائل سياسية للأكراد ولحلفائهم من حلفائهم تحديدا أقصد الولايات المتحدة لأنه منذ دعم الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية التي هي عمادها الرئيسي وحدات حماية الشعب الكردي وتركيا ترفع صوتها بالاعتراض على هذا الدعم الأمريكي ويوميا نلاحظ تصريحات لوزير الخارجية التركي أو للرئيس التركي أردوغان حول أن الولايات المتحدة تدعم الإرهاب لذلك هم دائما يهددون ولكن هذا التهديد لن يصل إلى أي مكان بموضوع السيطرة هم سيضيقون الخناق على عفرين ومثل ما قال محمد أساسا هذه عفرين هذه منطقة عفرين بالأصفر كلها هذه المنطقة قوات درع الفرات هي موجودة على الجهة الشرقية من منطقة عفرين لاحظة من أعزاز باتجاه تاررفعات طبعا تاررفعات هي مع هذه تاررفعات موجودة مع وحدات حماية الشعب الكردي في هذه المنطقة والقوات التركية التي دخلت إلى إدلب تحت عنوان وقف التصعيد ولضبط المسلحين في هذه المنطقة تمركزت هنا في الشيخ بركات وفي غرب دارة عزة على الحدود مباشرة مع منطقة عفرين يعني هم يضيقون الخناق على منطقة عفرين ويلوحون بالتدخل لأخذ مطالب سياسية من الأمريكيين بموضوع الأقراد ولكن موضوع الدخول دونه العديد من العقبات هناك قوات روسية موجودة في عفرين وأيضا عفرين على قطع مع الدولة السورية لم تنقطع وكانوا شركاء في الحرب الأخيرة التي شنها الجيش العربي السوري لفق الحصار عن نبل والزهراء وهم تقدموا من الشمال باتجاه تالرفعة لذلك التهديد هو لتحقيق مكاسب سياسي من قبل حلفاء الأقراد وأيضا الرسائل موجهة لروسيا لأن روسيا علاقتها بالأقراد جيدة وهي تريد إشراكهم في مفاوضات جينيف وأسيتانا ونحن كلنا نعرف أن الأتراك الطرف الثالث في المفاوضات أسيتانا يرفض حضور الأقراد لهذه المفاوضات لذلك موضوع الأتراك وتعزيز قواتهم يعني هم يتحدثون عن نجاح لمهمتهم ويريدون تعزيز هذه القوات في منطقة إدلب هنا سؤال سيادة العميد ما حدود الانتشار العسكري التركي في شمال سوريا؟ حاليا الانتشار لم يحقق أي هدف لأنه عمليا وقف التصعيد لم يحصل هناك اشتباكات داخل المسلحين بين بعضهم البعض هناك تصفيات يقوم بها أبو محمد الجولاني لقيادات القاعدة ويمكن هذا يبيعها أبو محمد الجولاني للأتراك مقابل أن يقوم الأتراك بتبييض صفحة أبو محمد الجولاني يعني نحن قد نشهد غدا غير النصرة وغير هيئة تحرير الشام نشهد تنظيما باسم جديد كي يكون مقبول من قبل الطرف الذي يضع النصرة على الإحتل الإرهاب يعني هذه أوراق قدمها أبو محمد الجولاني لذلك شبنا الهجوم العنيف من قبل الضواهر على محمد الجولاني هو له ارتباط فعليا بما تريده تركيا في شمال سوريا طبعا طبعا هو حاليا يعني محمد الجولاني عمليا النصرة هي القاعدة في بلاد الشام هيئة تحرير الشام أو النصرة هي القاعدة في بلاد الشام ولكن برزت الخلافات بعد الدخول التركي لأن قسم كبير من النصرة وهيئة تحرير الشام كان يرفض وخاصة الشرعيين في هذا التنظيم كانوا يرفضون دخول الأتراك إلى إدلب وكانوا يعتبرون التعاون مع الأتراك مسألة لا يجب أن تحصل لذلك شاهدنا الصراعات رسالة أبو محمد الجولاني عندما أرسل الظواهري مبعوث إلى أبو محمد الجولاني لأخذ البيعة منه مجددا أو بالأحرى لإلزامه بالبيعة لم يكن الاجتماع جيدا وأبو محمد الجولاني ادعى أن الظواهري يريد مع بعض المهاجرين في تنظيم القاعدة في إدلب القيام بانقلاب وإنشاء تنظيم جديد يرتبط مباشرة بالظواهري لذلك سارع هو إلى القاء القابض عليهم مسبقا ومعظم الذين ألقى القابض عليهم هم من المهاجرين يعني أبو جليبي بالأردني أبو عمر الكويتي فكلهم من غير سوريين لذلك التدخل التركي لم يحرز عمليا وقف التصعيد لم يحصل الاشتباكات الداخلية كانت تحصل بين النصرة وباقي التنظيمات بين أحرار الشام ونور الدين زينك من جهة حاليا الاشتباكات تحصل بين القاعدة أنفسهم يعني الداخل هيئة تحرير الشام هناك تصفية لبعض الرموز هناك اعتقالات لرموز أخرى والتواجد التركي تحت عنوان النجاح هو يقول أنه سيعزز قواته طيب إذا نجحت هالقوات في فرض وقف التصعيد لماذا تعزيزه؟ التعزيز يدخل في باب الوجود التركي في سوريا هم يتواجدون في شمال سوريا في هذا المثلث بين جرابلوس والباب وأزاز وحاليا يتواجدون في إدلب وتواجدهم بإدلب أخطر لأنه أنا قلت في السابق التركي تواجد هنا وتمدد خارج النقطة التي حددت بالاتفاق مع الروس يعني كان الانتشار يجب أن يكون لعشرة كيلومتر وصل التركي لأربعين كيلومتر حاليا يسيطر على إدلب التركي يسيطر من خلال الجماعات المسلحة ما فينه النصرة على إدلب ومنعرف أنه دخل بحماية مقاتلين من هيئة تحرير الشام وهذا يؤكد عن التواطئ الحاصل بين الأتراك والنصرة التي لم يتخلوا عن دعمها في يوم من العيام ولكن هم يعلمون أنه إذا فكوا الاتفاق مع الروسي الروسي لازال جاهزا لقصف هذه المواقع ما نحن كلنا منتذكر أنه قبل ما يدخلوا الأتراك إلى إدلب الروس قاموا بقصف مراكز النصرة في أبو الظهور وصراقب وإدلب ووقتها كان فيه اجتماع في إدلب لقيادات القاعدة ويقال أن الأتراك هم من أوعز إلى أبو محمد الجولاني الخروج من الاجتماع وقتل العديد من قادة النصرة ما عدا أبو محمد الجولاني لأنه كان خارج الاجتماع لذلك أنا في تقديري هو يرد لهم الجميل تحت عنوان محاولة تسويقه لاحقان كعنصر مقبول كعنصر معارض مقبول لذلك أفهمك سياسة العميد بأن ولكن الوجود التركي سيكون أنا في تقديري ليكون يعني التركي موجود ليقول أنا في أي حل يجب أن أكون حاضرا في أي تسويه سياسي يعني يعني من البليه أن تحاول تركيا نعم بحكم الجغرافية بحكم الجيوب بوليتيك تركيا تقول أن الحل السوري لا يمكن أن يمر بدون كمان موافقة أنا أفهمك سياسة العميد بأن عدرا فقط حتى يعني ربما نستفهم أكثر في هذه النقطة بأن أن تزيد تركيا من تمركزها في شمال سوريا هو أمر صعب لا أبو عمليا ما هي متفأة كل المسلحين الآخرين غير النصرة هم يشتغلون عند الأتراك لذلك هي تتمركز في كل المناطق بيسر وسهولة وحاليا بما أنه كمان شقت النصرة على بعض البعض أبو محمد الجولاني حاليا يعني متوافق مع القيادة التركية في كل الحركات يعني في كل الحركات التي يقوم بها في هذه المنطقة وخاصة عملية تصفية المعارضين وقد يكون هذا المطلب قد يعني يبيعه الترك للإيراني والروسي أنه نحن نصفي القاعدة القيادات المتطرفة في القاعدة ولابد من المراهن أمنيا ومقابراتيا على جزء من القاعدة كما يحصل حاليا يعني أبو محمد الجولاني هو الذي يصفي بقية القيادات ولكن مثل ما أنه أد مكان حجم الأتراك أي تسوية سياسية سيخرج التركي ليس له مبرر للوجود داخل الأرض السورية بعد أي تسوية سياسية ولن يطلب أحد بقاء القوات التركية ولكن التركي قبل التسوية هو يتواجد ليكون له ظلع في التسوية ليكون له حصة في التسوية موضوع العمليات التي حصلت في الفترة الأخيرة وهي أساسا حتى العمليات الجيش السوري لم يتوقف في هذه العمليات حتى في المناطق المسمات خفض التصعيد لأن هناك لازالت النصرة قائمة وهو لا يميز بين أبو محمد جولاني وباقي القاعدة لذلك الجيش العربي السوري في كل المناطق التي تتواجد فيها النصرة على تماس معه يقوم باستهدافها وآخر هذا الأمر هو في تل الميزان جنوب الرهجين قرب شخيطر في هذه المنطقة الجيش العربي السوري حقق تقدما في هذه المنطقة أيضا إلى الجهة الشمالية هنا غرب خناصر هنا في هذه المنطقة غرب خناصر أيضا الجيش العربي السوري أحرز تقدما وهنا في وادي المزرعة غرب في ريف حلب الغربي يعني الجيش العربي السوري يقوم بعمليات حالية ضد النصرة من ريف حلب الغربي إلى ريف حماس شمال الشرقي ومطل ما لاحظنا هذا الجاي بلاحظة هذا السام بالأحمر الجيش العربي السوري وصل إلى هذه النقطة يعني هو فتح محورين باتجاه أبو الظهور من الشمال من هنا من ريف حلب الجنوبي باتجاه أبو الظهور ومن ريف حماس شمالي الشرقي باتجاه أبو الظهور لاحظة هذا الاتجاه واحد سواء من الرهجان سعودا باتجاه أبو الظهور أو من غرب خناصر باتجاه أبو الظهور أيضا نريد أن نلفت يعني التركي يريد فرض أمر واقع التركي فتح معبرا تجاريا جديدا لم يكن قائما على الحدود السورية التركية تحت عنوان أن الاستقرار الحاصل في هذه المنطقة بحاجة لتفعيل الحركة الاقتصادية وتأمين حياة المواطنين في هذه المنطقة ففتح معبرا تجاريا هكذا أطلق عليه معبر تجاري يعني هو يقوم بالتجارة مع هذه المناطق وكأنها ولاية من ولايات تركيا هذه هون الراعي ومقابلها قرية البيلي التركية في محافظة كليس بعد في ريف دماشق حتى نذهب لي خريطة ديرزو سريعة حتى قبل أن نغير الخريطة في ريف دماشق الجيش العربي السوري هنا سيطر على تلال الشرقي على التلال في السلسل الشرقي لتل بردعية في هذه المنطقة وهاي المنطقة تقع إلى الشمال الشرقي من بيت جن هاي بيت جن هنا إلى الشمال الشرقي من بيت جن يعني الجيش العربي السوري ووصل عملياتي في هذه المنطقة نحن نعرف أن هذه العمليات فتحت منذ حوالي ثلاثة أشهر ولكن قام الإسرائيلي بالتدخل المباشر وقتها وتمت مهاجمة حذر ردا على تطويق بيت جن أو مزرعة بيت جن لأن الجيش العربي السوري يضغط للانتهاء من هذا الجيب الموجود جنوب غرب دمشق هذه المنطقة سيد العميد بالعودة إلى ربما خريطة دير الزور إذا ما كنا نتحدث بأن جديد هذه المنطقة كما ذكرنا هناك منطقة صغيرة فقط لم تتصل من جهة الميادين والبوكمال لماذا بقيت هذه المنطقة؟ هذه المنطقة هي منطقة مقتضة منطقة مدينية فيها شكان هذه المنطقة ليست شاغرة كحال المنطقة التي كانت قائمة بين المحطة الثانية والبوكمال وهذه إلناها بأكثر من مرة على المحطة أن الجيش العربي السوري أسهل عليه أن يتقدم على المحور من التيتو باتجاه البوكمال لأن هذه منطقة بادي مفتوحة باستطاع المدرعات والأسلحة الثقيلة أن تناور في هذه المنطقة وأن تتقدم تحت غطاء جوي بسرعة وهذا الأمر حصل فعلا عندما وصل الجيش العربي السوري إلى 11 كم شرق محطة التيتو تقدم بسرعة كبيرة باتجاه البوكمال ووصل إلى الأطراف الغربي للبوكمال خلال 48 ساعة هذه المنطقة أيضا الجيش العربي السوري يعني لا بد من الانتهاء من هذا الجيب هذا الجيب هو الموجود حاليا لم يتبقى مع المسلحين إلا هذا الجيب على نهر الفرات وهذا في مجموعة من القرى الصغيرة ليست قرى كبيرة وأنا في تقديري يعني هذه القرى اليوم الجيش العربي السوري سيطر على على جيب هنا هو القورية هاي القورية هاي هنا السيطرة على القورية وهي القورية على الضف الغربي هي أقصى الضف الغربي لنهر الفرات يعني على الجهة الشرقية بالضف الغربية ولم يبقى وهو وصل في هذه النقطة إلى ويد الأبيض هذه ويد الأبيض هنا وأنا أعتقد ستكون حركة الجيش المستقبلية باتجاه البوكمال من هنا باتجاه أبو حمام وأيضا من جهة البادية أيضا باتجاه هجين يعني الجيش العربي السوري سيقوم بهجوم مزدوج من هذه الناحية لإنهاء هذا الجيب الذي لا يزال فيه داعش لأنه باقي المنطقة هي بادية واسعة لا وجود فيها أساسي لداعش داعش يقوم من هذه المنطقة يعني ببعض الأحيان بغارات على منطقة على الطريق بين السخن ودير الزور ويرسل سيارات مفخخة حتى ننتقل إلى الملف الثاني وهو فيما يتعلق بكوريا الشمالية حيث يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية وذلك بطلب من واشنطن بعد إطلاق صاروخ بلستين كوري شمالي جديد عابر للقارات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تذهب أبعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونج يانج كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات صاروخ دفع مجلس الأمن الدولي إلى الإعلان عن عقد اجتماع طارئ بطلب من الولايات المتحدة واشنطن طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جديدة تذهب أبعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونج يانج حيث دعا وزير خارجيتها ريكس تيلرسون إلى إعلان حظر النقل البحري على البضائع من كوريا الشمالية وإليها الولايات المتحدة تعتبر أن الخيارات الدبلوماسية لحل إزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية تبقى مطروحة على الطاولة أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تذهب أبعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونج يانج بدوره الرئيس دونالد ترامب قال أن بلاده ستهتم بالأمر وأعلن بعد إجراء اتصال مع رئيس الوزراء الياباني اتفاق الجانبين على مواجهة التهديد الكوري الشمالي فيما أكد وزير دفاعه جيمس ماتس أن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية تمثل خطرا على العالم أجمع أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات وبصراحة فقد وصل إلى أعلى ارتفاع لهم مقارنة بأي تجربة سابقة إنها جهود البحث والتطوير من جانبهم لتطوير الصواريخ الباليستية والتي تهدد كل مكان في العالم اليابان رجحت سقوط صاروخ كوريا شمالية في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لها بحسب وزير دفاعها واعتبر رئيس وزرائها أن صاروخ بيونج يانج يشكل عملا عنيفا لا يمكن التسامح معه الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يشكل عملا عنيفا لا يمكن التسامح معه لن نفضع لأي عمل استفزازي سنضاعف ضغطنا على بيونج يانج فرنسا انضمت إلى ركب المنددين بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية الرئيس إيمانويل مكرون دعا إلى ممارسة مزيد من الضغط على بيونج يانج ردود فعل توجه الأنظار من جديد إلى مجلس الأمن الذي باتت جلساته الطارئة اعتيادية عقب كل تجربة صاروخية تجريها بيونج يانج سيادة العميد ما هي هذه الصواريخ التي تمتلكها كوريا الشمالية هل تصل بمداها فعلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني الصاروخ الذي أطلق لم يعلن عن نوعه ولكن كوريا تملك منذ فترة صواريخ بعيدة المدى أونها ثلاثة مدى عشر تلاف كيلومتر يعني هو صاروخ عمليا عابر للقارات فوق الخمس تلاف كيلومتر يعتبر عابر للقارات فوق متوسط يعني وعندها صواريخ هو سونج أربعة عشر فورتين لهذا أيضا مدى 8400 كيلومتر يعني كمان يصل للسحل الغربي للولايات المتحدة وعندها العديد سلسلة من الصواريخ المتوسطة المدى من سكودي لنادونك لتيبودونك وأنا هون حطيت دائرة صغيرة دائرة هذه الدائرة للصواريخ المتوسطة المدىها فوق 3000 كيلومتر هذا صاروخ 3000 كيلومتر يعني تايبودونك عندك من تايبودونك 1 2200 كيلومتر ل 4000 كيلومتر تايبودونك 2 ل 6700 كيلومتر هذا صاروخ متوسط قادر من كوريا يعني هذه الصواريخ المتوسطة كلها قادرة على إصابة كل حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة هذه اليابان وهاي الفلبين وهاي جزيرة جوام كل حلفاء الولايات المتحدة طبعا كوريا جنوبية حكمها تستطيع إصابتها بكل أنواع الصواريخ القصيرة وأيضا المدفعية البعيدة المدى أما الصاروخ هو سونج 14 هو قادر على إصابة هذه الدائرة هي للصاروخ العابر للقارات هو سونج 14 وإذا أنهى صدق الرواية عن أنهى نجحت بإطلاقه لأنه اليوم لم يعلن نوع الصاروخ هذا الصاروخ أنهى أطلق صاروخ بأيار الماضي وقيل أنه نجح مدى 10 تلاف يعني هو قادر على تغطية أكتر من نص الساحل الغربي للولايات المتحدة لاحظي هاي الولايات المتحدة هنا أو أمريكا الشمالية كلها هاي كندا هاي ألاسكا وكندا وهاي الولايات المتحدة لاحظي كل المنطقة الوسطى للولايات المتحدة هاي بصاروخ واسونج 14 إذا ضفنا 2000 كيلو متر يعني بتغطي أكتر من ثلتي الولايات المتحدة من الجهة الغربية يعني من المحيط الهادي يعني السواحل على المحيط الهادي إلى العمق لذلك يعني هاي بيعتبروه بس ما أنا اللي تعجبت لموقف الأمريكان أنه هذا الصاروخ لا يشكل تهديدا يعني عندما يريد الأمريكيون التصعيد يقولون أنه أي صاروخ بيطلقوه يشكل تهديدا بس اليوم ناطق باسم ترامب أنه هذا الصاروخ لا يشكل تهديدا يعني عكس حلفائه باليابان أو بكوريا جنوبية وكوريا جنوبية كان إلى موقف متميز خلال هذه الأيام أنه أي حديث عن عملية عسكرية هو يعني لا يصب في مصلحة التهديئة وإقدام ترامب أنه التهديد بدأ بالترامب أنه كل الخطط على الطاولة بما فيها العملية العسكرية نحن ندعو الولايات المتحدة إلى عدم الإقدام على أي عمل عسكري دون التشاور مع سيؤول طيب إذا نكتفي بهذا القدر سيدة العميد فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية بعد الفاصل سنتحدث حول التطورات في اليمن وأيضا فيما يتعلق بأي حرب مقبلة بين لبنان وحزب الله مشاهدين فاصل سريع نتابع بعده الميداني يبقوا معنا أهلا بكم الجديد إلى الميدانية من الميدين يخيم التوتر على الوضع الأمني في مدينة تعز جنوب غرب اليمن في ظل تحشيد متبادل بين كتائب أبو العباس السلفية المدعومة إماراتيا ولواء الصعاليك الأخواني المدعوم قطريا وسعوديا وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في شوارع المدينة وفي عادة ارتفع عدد قتل السيارة المفخخة التي استهدفت مقر مكتب المالية إلى أربعة قتلى وخمسة جرحة التفاصيل مع الزميل أحمد عبد الرحمن حرب شوارع في تعز جنوب غرب اليمن الحلفاء يتقاتلون للتفرد بما تحت أيديهم من المدينة المطوقة من الخارج سلفيون مدعومون إماراتيا وإخوان مدعومون من قطر والسعودية طرف حرب وتصفيات تجري منذ أشهر في شوارع المدينة للسيطرة على الأجزاء الحيوية منها وعلى الجباية من الأسواق والمحال التجارية مواجهات تجددت منذ أيام أدت إلى إغلاق عدة شوارع وإلى توقف الحركة غرب وسط المدينة مخلفة قتلى وجرحى من المواطنين تعدد أشكال القتال في تعز وتعدد أشكال الصراع بين أطراف الدول العدوانية هي مسألة تستمر وهو أمر مطلوب من أجل أن يستمر هذا القتال بحيث أن استطيع هذه الدول أن تفعل ما تشاء وتحقق أهدافها عدن جنوب اليمن هي الأخرى تعيش حالة رعب وقلق على وقع تفجيرات كان آخرها استهداف مقر المالية بعد يوم من اغتيال مدير المالية في سيارته واغتيال ناشط أعلنت داعش تبني عملية اغتياله وبثت صورها إضافة إلى مهاجمة منزل القيادي الموالي لهادف اتلاف المقاومة الجنوبية أديب العيسي انفلات أمني يتسع مداه في مدينة لم تعرف الهدوء منذ سيطرة التحالف السعودي الإماراتي الذي تسير في عدم الحداث هو تصفية حسابات بين الفرقاء وبين الخصوم السياسيين وبين المتحالفين أنفسهم الصراع أصبح اليوم صراع أقليمي أقليمي في المحافظات الجنوبية صراع بالوكالة بين أطراف التحالف السعودي وقطر تمتد ساحته من عدن والجنوب إلى تعز وضع تشير المعطيات إلى احتمال انفجاره على نطاق واسع في مناطق تتناهشها فصائل متناحرة بولاءات متضاربة وأجندات محلية وإقليمية متصادمة كل هذه الفوضى في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي هدفها إنهاك جغرافية هذه المناطق بصراعات مفتوحة لا تغلق بسهولة نموذج يراد تعميمه وفق مراقبين على مختلف مناطق اليمن أحمد عبد الرحمن صنع الميادين ونبقى مع زميل أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين عذرا في صنعاء من عبر الهاتف أحمد إذن توتر في الوضع الأمني في تعز اجتباكات بين المجموعات المسلحة المحسوبة على قطر والسعودية والإمارات من جهة أخرى كيف هو الوضع في تعز هذا أولا ماذا عن الوضع الأمني أيضا في عدن نعم وفاء الوضع يشهد هدوءا حذرا في تعز لكن هو مرشح للانتجار في أي لحظة نظرا لطبيعة الوضع المتوتر بين الفصائل وتشكيلات المسلحة التي تقاتل مع بعضها في مواجهة الجيش واللجان الشعبية وتتقاتل فيما بينها على شوارع وأحياء مدينة تعز يبدو أن الإمارات ونية الإمارات وسعيها لتشكيل قوات أو لنقل تجربة قوات النقبة العدنية والنقبة الحضرمية والحزام الأمني في عدن وأدين إلى تعز أثار حفظة حزب الإصلاح والقوات المحسوبة عليه والموالية له هو بالتالي أدى هذا الأمر لمواجهة القوات والجماعات والفصيل السلفي الموالي للإمارات طبعا خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية كان هناك حالة استقطاب كبيرة من الإمارات لبعض قيادات الفصائل المسلحة والقيادات الميدانية على الأرض وبالتالي هناك الآن فرد واضح لهذه القيادات التي أصبحت وباتت والئة الإمارات وبينما اتخذت موقفا معلما من القوات الإخوانية أو القوات الموالية لحزب الإصلاح المدعوم بطبيعة الحن من قطر وأيضا الموالي للسعودية القوات الموالية للإخوان وحزب الإصلاح ما زالت تسيطر على قوات الشفاء العسكرية التي كانت محسوبة إلى ما قبل أيام على حزب الإصلاح الآن بات حزب الإصلاح يتعامل معها كقوات يقودها شخص يوالي الإمارات هذا الأمر يهدد بانتجار الوضع على مساحة واسعة من المدينة التي تعيش وضعا أمنيا صعبا وتعيش وضعا إنسانيا صعبا أيضا الشوارع لا زالت مغلقة أكثر من شارع في غرب وفط المدينة مغلق من قبل هذه المجموعات المسلحة هناك انتشار كبير للمسلحين الموالين لجميع الأطراف وبالتالي إذا منفجر الوضع بشكل كبير سيكون هناك حرب شوارع لا يمكن السيطرة عليه وسيذهب ضحية هذه المواجهة الكثير من المدنيين كما حدث خلال الثلاثة الأيام الماضية وهذا ما يسعى إليه التحالف السعودي هو تحويل هذه الساحة والمناطق التي يسيطر عليها إلى ساحة سرع مستمرة ومفتوحة حتى يتسنى له التمدد على الأرض والهيمنة وأيضا تنفيذ مشارعه في السيطرة والسيطرة على السروة وعلى ما تنفيذه اليمن من المنافذ ومن أيضا مقونات حيوية أحمد سريعا هل من جديد على الحدود السعودية اليمنية سريعا لو سمحت على الحدود اليوم كان هناك عمليات خصف متبادلة بين الجانبين اليمني والسعودي وفقا للمعلومات والمصادر العسكرية اليمنية تم خصف عدة مواقع سعودية بخذائف المساعية والصارفية وكان هناك أيضا غارات مكثفة للمقاتلات السعودية على المناطق الحدودية وتدخلت اليوم مروحية الأباتش وخصفت منطقة الصور في صعدة بكتاب صعدة وهي الأولى التي تمثل فيها مروحية الأباتش للمناطق الحدودية داخل صعدة كل الشكر لك زميل أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء على كل هذه الإحاطة والمعلومات نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات نوعية في جبهة الحدود اليمنية السعودية ولا سيما في جيزان وعسير في المقابل كثفت طائرات التحالف السعود غاراتها على مناطق متفرقة في اليمن تصعيد في الداخل اليمني من قبل التحالف السعودي قبلته عمليات نوعية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية موراء الحدود فقد استهدف الجيش واللجان بصاروخ زلزال اثنين تجمعات قوات هادي والتحارف السعودي في بوابة الموسم بجيزان مصدر عسكري أكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا قتلى وجرحا القوات اليمنية قصفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع الكارس والمعنق كما جرى قنص جنود سعوديين في موقع الفريضة بجيزان وموقع سباح طلب عسير الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تقدم للجيش السعودي باتجاه موقع الشرفة في نجران ما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف الطرفين في الداخل اليمني قصفت القوات اليمنية بالمدفعية تجمعات قوات الرئيس هادي في مديرية نهم بسنعاء في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في المديرية وفي تعز جنوبية اليمن استهدف الجيش واللجان الشعبية بالقصف المدفعي تجمعات قوات هادي في مناطق متعددة من مديرية الذباب جنوب غرب تعز الرد السعودي جاء من خلال سلسلة غارات استهدفت شمال شرق معسكر خالد في مديرية موزع مقاتلات التحالف السعودي قصفت عدة مناطق في مديرية كتاف بمحافظة سعدة الحدودية فيما تعرضت مناطق آل الشيخ وآل عمر في مديرية منبه امتدادا إلى منطقة الغور ومناطق أخرى في مديرية غمر لقصف صورخي مكثف من قبل الجيش السعودي سيد العميد نبدأ بما يحدث على الحدود والعمليات النوعية للجيش ومن ثم نتحدث ما يحدث في عدن وفي تعز جنوب غرب اليمن يعني مثل ما لاحظنا وحسب التقرير الوارد أن العمليات على الحدود هي لا تعد كونها قصف وقصف مداد الجيش واللجان الشعبية يخصفون بالصواريخ وخاصة في منطقة جيزان وعسير هنا في منطقة جيزان وعسير وهون في منطقة جيزان وهذا القصف يقابل وقصف جوي من قبل التحالف على صعدة قصف بمروحيات الأباتشي وقصف أيضا على قصف جوي على أماكن تمركز الجيش واللجان الشعبية غرب تعز في هذه المنطقة طبعا هذا التصعيد على الحدود أنا في تقديري يدخل في إطار تحضير لعملية لم يشر إليها أحمد تحضير لعملية في نهم والمتون هنا في نهم والمتون الجيش قوات هادي والتحالف يحشدون في المتون وفي نهم بهدف إحداث اختراق على أمل إحداث اختراق باتجاه صنعاء ونحن نعلم أن المسلحين موجودون هنا يعني مسلحي هذه أو قوات تحالف موجودة على أعوال 20 كم شمال صنعاء هم يحاولون إحداث ثغرة ما يعني تغير من المشهد الميداني لاستثماره لاحقا أنه حققنا التقدم ولكن أنا في تقديري كل المحاولات يعني منذ سنة حتى اليوم التقدم في هذه المنطقة يعني لا يحصل إلا لمسافات محددة ثم يعود المقاتلون موضوع الصراع في الجنوب وهذا نقطة مهمة الصراع في الجنوب يعني ليست المرة الأولى التي يتقاتل فيها كتائب أبو العباس السلفية والتي تلتقي مع القاعدة بالإيديولوجيا بكثير من النقاط لأنه أريد أن أشيرها للنقطة هنا الصراع الذي حصل بالأمس بين كتائب أبو العباس والإصلاح والإصلاح نحن نعلم أنه مدعوم من قوات هادي والسعودية والمعارك التي حصلت في تعز والتي سبقتها معارك عديدة بين كتائب أبو العباس وقوات هادي في هذه المنطقة مترافق مع هذه العملية قيام القاعدة باغتيال شخصيات في عدن اغتيال قائد في المقاومة الشعبية واغتيال أيضا أحد القادة خلدوم مداح القريب من هادي ثم القيام تفجير وزارة المالية هذا يؤكد التنسيق القائم بين السلافيين والقاعدة لأنه عندما يخوض السلافيين معارك ضد الإصلاح المدعوم من هادي تقوم القاعدة بعمليات تفجير هذا يدخل في إطار السراع على النفوذ في الجنوب أنا في تقديري من ضمن توزيع مناطق النفوذ الإماراتيون يحاولون السيطرة هم سيطروا على ميناء عدن صحيح وعلى مطار عدن هم يحاولون السيطرة على الجنوب ولهم مثل معرفنا قاعدة في سقطرة هون سقطرة جنوب عدن في المحيط الهندي وأيضا هم الموجودين في ذباب الجنوب وكأنهم يقولون للسعوديين أن هذه المنطقة في الجنوب ستكون تحت سيطرة الإمارات يعني الصراع هو صراع بين الإمارات والسعودية على مناطق الجنوب لأنه مثل ما نلاحظ أن الإماراتيين غير موجودين في باقي المناطق نلاحظ أن القوات التابعة للإمارات لا تقاتل في الشمال في مأرب أو في الجوف ننتقل إلى الملف الإسرائيلي سيادة العميد استمرار المسؤولين الإسرائيليين في إطلاق تهديدات ضد حزب الله قابله الخبراء العسكريون الإسرائيليون بتحذير من طبيعة الحرب المقبلة مع حزب الله ونتائجها القاسية على إسرائيل تقرير من الإسماعيل في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة كلها على صفيح ساخن تواصل إسرائيل تهديداتها ضد حزب الله وتعمل على تظهير استعداداتها للمواجهة المقبلة معه وفي إطار عرض القوة الذي تلجأ إليه إسرائيل تم الكشف عن منظومة القبة الحديدية البحرية كمنظومة تشغيلية لحماية منصات الغاز في البحر من تهديد حزب الله تهديد كان في صلب المناورة البحرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والأمريكي في جزيرة كريت اليونانية والتي حاكت هجوم أسراب تنفذه عدة قطع بحرية صغيرة وسريعة أو طائرات من دون طيار على سفن سلاح البحر الإسرائيلي استعراض القوة هذا وتهويل المسؤولين الإسرائيليين بما يملكونه من منظومات عسكرية قابله تحذير من طابع المواجهة المقبلة مع حزب الله ونتائجها على إسرائيل مواجهة ستكون وفق تقييم خبراء أمنيين وعسكريين إسرائيليين معقدة وقاسية جدا على النحو الذي لم تختبره إسرائيل سابقا هناك معضلة صعبة تعاني منها إسرائيل إزاء حزب الله لتجنب مواجهة معه وإذا لم تحصل موجزة فإن الحرب المقبلة ستكون صعبة جدا جدا التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الساحة الحقيقية للحرب في المواجهة المقبلة ستكون في المدن والمستوطنات الإسرائيلية ولذلك يجب إجراء تنسيق توقعات لدى الإسرائيليين لأن القبة الحديدية لن توفر حماية كاملة من صواريخ حزب الله ولسيما في ظل المعطيات التي تشير إلى أن ثلثة الإسرائيليين الذين يسكنون على مسافة أربعين كيلو مترا من الحدود مع لبنان لا يملكون ملاجئة أو غرفا محصنة أن تحصين الجبهات الداخلية في الشمال ناقص على نحو مهم كما أن فجوات التحصين فيه خطيرة جدا مراقبون قالوا أن مواجهة إسرائيل عصرا جديدا من التهديدات وخروج حزب الله منتصرا من الحرب الدائرة في سوريا جعل المشهد أكثر تعقيدا في إسرائيل فنموذج حزب الله 2018 سيجعل طابع المواجهة معه أصعب بكثير مما استعد له الجيش الإسرائيلي في السنوات السابقة الأمر الذي يتطلب من إسرائيل وفق مراقبين العمل لخفض التوتري عند حدود غزة وسيناء والضفة الغربية لتكون جاهزة للتهديد الحقيقي من الشمال تهدد إسرائيل لبنان سية العميد ولكن أيضا هناك حالة من الاستعصاء لماذا وصلوا لهذه المرحلة من الاستعصاء فيما يتعلق بكل الحسابات العسكرية في أي حرب يمكن أن تدخلها إسرائيل مع لبنان إسرائيل لم تجد حلا لمعضلة العام 2006 والانهيار منظومة الردع الإسرائيلي في مواجهة المقاومة كلنا نعرف أن حرب 2006 هشمت منظومة الردع الإسرائيلية وأثبتت أن المقاومة أيضا تمتلك منظومة ردع قادرة على ردع العدو عن القيام بأي عملية على لبنان كل التقديرات العسكرية الإسرائيلية كل الاجتماعات الأمنية كل اللجان التي شكلت لدراسة الحرب 2006 وكيفية تجاوز الثغرات التي ظهرت في الحرب 2006 كل التقديرات كل المؤتمرات التي حصلت معظم القادة الإسرائيليين سواء مثل عموس يادلين أو رئيس الأركان الحالي أو رئيس الأركان السابق أن أي حرب قادمة ستكون معقدة للغاية لإعتبارات عديدة وحشير لأنه طايم منها أولا موضوع الدخول البري الدخول البري إسرائيل لم تغير في عقيداته القتالية شيئا عن العقيد المتعارف عليها يعني بعد 2006 جار الحديث عن تغيير مبادئ القتال ومبادئ العقيد العسكرية الإسرائيلية وهذا الأمر لم يحصل لذلك إسرائيل إذا كانت حرب أي حرب غير خاطفة لن تقوم بشنها والحرب في الجنوب أنا عرضت أسبوع الماضي حول احتمالات الحرب هذه الخريطة الجنوب كله في ثلاث محاور فقط ثلاث محاور رئيسية في الغرب والوسط والشرق وهذه المحاور مقيدة بالمدن وإسرائيل تعلم أن الحرب المحاور المقيدة بالمدن لن تسمح بحركة سريعة للقوات باتجاه الشمال لذلك ستبقى الحرب كما حصل عام 2006 متركزة على الحدود وحرب مدن وحرب وقتال مدن وهذا الأمر إسرائيل لم تستطع تجاوزه لأنه لم تستطع بناء قوات لحرب المدن أكبر من التي كانت موجودة لديها إسرائيل لا تمتلك سوى وحدات محدودة لقتال المدن وهذه لا يمكن تغطيات لا يمكنها تغطيات جنوب لبنان هذه مجهة مجهة أخرى والتي أشار له عن الجبهة الداخلية هذه خريطة فلسطين المحتلة وهذه أنا حاطت هون ثلاث دوائر للصواريخ التي تمتلكها المقاومة القصيرة القصيرة يعني بالمفهوم المتعارف عليه حاليا ليس المفهوم العام القصيرة دون الخمسين كيلومتر والمتوسطة سبعين خمس سبعين كيلومتر والبعيدة نسبيا اللي هي ميتان واربعين كيلومتر اللي بتغطي كل فلسطين المحتلة حتى في الدائرة الأولى إسرائيل باعتراف القادر العسكريين أنه لم تستطع منظومة القبة الحديد يعني منظومة القبة الحديد لن تكون قادرة على الأسقاط كل الصواريخ التي ستطلق أيضا في هذا المدعي 40 كيلومتر السكان في هذه المنطقة لم يؤمن لهم الملاجئ والاحتياجات لمواجهة أي ظروف حرب قادمة وصلنا إلى ختم الميدانية سيدة العميد محمد عباس كل شكر لك على توجدك معنا في ميدانية اليوم مشاهدينا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها تركيا عازمة على توسيع نطاق عمل قواتها العسكرية الموجودة شمال سوريا لتشمل عفريق مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن الصاروخ الباليستي لكوريا الشمالية حرب شوارع في تعز بين الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات وقطر استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله وسط تحذيرات داخلية من قساوة الحرب المقبلة على تل أبي نشكر لكم حسنا المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقع المايدين على الانترنت المايدين دوت نت ولمتابعتنا باللغة الإسبانية اسبانون دوت المايدين دوت نت إلى اللقاء